موسيقى السلام عليكم طالبتنا العزاء اليوم راح نبلش وياكم وبسلسلة جديدة من الشرح اساسيات الرياضيات اللي تحتاجها كطالب اعدادية سواء كنت صف رابع او صف خامس وبالاخص اذا كنت صف سادس راح نبلش اليوم بموضوع الاسس والجذور اللي هو واحد من الاساسيات خلاص الجذور التكعيبية والتربيعية وبعض الملاحظات هذا اللي راح ناخد اليوم اولا الجمع والطرح اكيد نعرف انه مثلا اذا عندي جذر اي زادا جذر بي او ناقص جذر بي هذين الجذور مختلفات ومش شابهات جذر اي وجذر بي فلذلك ما نقدر نجمعهم او نقول هذا ثلين من جذر اي او ثلين من جذر بي ولا نقدر نطرحهم بس الحل شنو انه نحاول 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 واحد منهم الى الاخر عن طريق التحليل او غيره ونتركهم مثلا جذر اثنين زادا جذر ثلاثة ما نقدر نقول هذا يساوي جذر خمسة لان بان الجذور هاي عملية جمع واثنين والثلاثة ما راح نقدر ندمجهم بجذر واحد جيد اما جذر اي زاد جذر اي هنا نقدر بسهولة نجري عملية جمع بين الجذر اي فنقول هنا جذر اي وهذا جذر اي باعتمارا مشابهات فنقدر نجمعهم نقول ثنيا جذر اي فمثلا جذر اثنيا زادا جذر اثنيا نقدر نجمعهم ونقول ذول اثنيا من جذر اثنيا عملية الضرب نقدر نجريها بين الجذور ونقدر نوزع الجذر حتى اذا كانت الجذور غير متشارة مثلا جذر اي في جذر البي نقدر نقول ان هذا جذر الاي في بي نقدر نستخرج العدد من الجذور في حال كون العدد اللي تحت الجذر نشابه نفسية فنقول جذر الاي في جذر الاي ويساوي جذر الاي بدون الجذور اي بعض خاص الجذور اللي هي جذر اي في جذر بي رح يساوي لجذر الاي في بي وجذر الاي على البي رح نقدر نوزع الجذر للبسط والمقام بشرط انه المقام اتبر من الصفر لانه هنا جذر تربيعي في ميساوي سالب وجذر الاي في جذر الاي رح نقدر نقول هذا جذر الاي تربيع والتربيع يلغي لي الجذر فراح يبقى عندي اي والاي اس نصف نقدر نحولها الى جذر الاي وكذلك الجذر نقدر نحوله الى اس اس نصف هاي الجذور نفسها التربيعية رح تكون موجودة ايضا بالخواص الجذور التكعيبية اللي هي جذر الاي تكعيب في جذر الاي تكعيب رح يتعيني الجذر التكعيبي للأي في البي العفوان الجذر التكعيبي قصدي للأي في الجذر التكعيبي للبي رح يتعيني الجذر التكعيبي للأي في البي والجذر التكعيبي للبسط والمقام اقدر اوزع على البسط والمقام والجذر التكعيبي لازم اضربه فيه نفسه ثلاث مرات يلا الغي الجذر ومثل هنا بالجذر التربيعي مرتين جذر الأي في جذر الأي صار لي أي بينما هناك جذر تكعيبي للأي في جذر تكعيبي للأي في جذر تكعيبي للأي يلا ينطيني الأي وكذلك الجذر التكعيبي أقدر حوله إلى أسس اللي هو واحد على ثلاثة وهناك خاصية للجذر التكعيبي إنه السالب أقدر أدخل يعني أطلع خارج الجذر ما يأثر ممثل الجذر التربيعي ما بيسالب إلا في الأعداد المركبة ملاحظات تكعيب هذه الملاحظات ذكرناها إذا كان الجذر التربيعي نضربه نصف مرتين حتى نستخرجه من الجذر جذر 3 في 3 و إذا تكعيبي يجب أن يتجعه 3 مرات جذر 2 في 2 إذا كان الجذر التربيعي يمفع على أس تربيع سيألغي الجذر وما التربيع و إذا كان جذر تكعيبي يجب أن ي diveع على أستعيبي يلا يلغي الجذر مع التكعي خاصية توزيع الجذور طبعا نقدر نوزع الجذر الى الباست والى المقام مثل ما شفنا هنا الجذر التربيعي الى 9 على 25 يساوي جذر التسع على جذر 25 والجذر التكعيبي الى 8 على 27 يساوي الجذر التكعيبي الى 8 على جذر التكعيبي الى 27 ونطلع نتيجته وأيضاً نقدر نحول الجذر إلى أس أو بالعكس فمثلاً الجذر الأم للأي أس أن فنقدر نخلي أس أن على أم يعني نقدر نخلي البسط هو الأس اللي على الأي والمقام هو دليل الجذر مثلاً الجذر التربيعي للثلاثة لكل أس أربعة نقدر نقول هذا الجذر التربيعي للثلاثة أس أربعة والي eşر81 في الجذر التربيع الط consciously والجذر التربيعي للثلاثة أس أربعة نقدر نقع عنه هي الجذر ثلاثة فيه جذر ثلاثة فيه جذر ثلاثة فيه جذر ثلاثة ورح ينطيني هذا كل الجذرين يروحاً يطيني ثلاثة فهذا يروح يتيني ثلاثة فيه جذر ثلاثة فيه ثلاثة ويطلع الناتج يزاوي ويتسع أمثلة سوف نأخذ هذا المثال جذر 12 في جذر ثلاثة ناقصاً جذر ثمانية ناقصاً ستة بعد أن نقدر نحلل الأول مرة لازم 12 فسوف نشوفها على 2 بيئة 6 على 2 بيئة 3 على 3 بيئة 1 فطلعت عندي 2 متكررة فطلعت براء الجذر و 3 بقت واحدة فبقيها داخل الجذر إذن جذر 12 و 2 جذر 3 هذا سوف نحلل مكان جذر 12 هنا و أرجع أحلل جذر ثمانية جذر ثمانية شنو تحليله أيضاً على 2 بيئة 4 وعلى 2 بيئة 2 وعلى 2 بيئة 1 فبالتالي إذن ثنين من الشابهات طلعاً براء الجذر واحدة منهم وهذه الثنين تبقى داخل الجذر فصار النافج ثنين جذر ثمانية هذا أيضاً نقدر خليه بمكان جذر ثمانية ناقصاً ستة هسه رح أوزع اثنين جذر ثلاثة على الأول وعلى الثاني اثنين جذر ثلاثة في جذر ثلاثة ناقص اثنين جذر ثلاثة في اثنين جذر ثلاثة ناقص ستة طبعاً اثنين في واحد تبقى اثنين والجذر ثلاثة رح تنضرب بنفسها رح تبقى لثلاثة ناقص الثنين في الثنين هاي رح تساوي أربعة والجذر ثلاثة في جذر ثلاثة رح تكون داخل الجذر تساوي جذر ستة ناقص ستة ستة ناقص اربعة جذر ستة ناقص ستة فهاي ستة راح تحذف اعتبار واحدة موجبة واحدة سالبة فيبقى عندي سالب اربعة جذر ستة المثال الاخر اللي هو جذر سبعة في جذر ثمانية وعشرين ناقص جذر ثمين الكل ناقص خمسة طبعا الحلل الثمانية وعشرين على اثنين بيها اربعطاش على اثنين بيها سبعة وعلى سبعة بيها واحد اللي متكرر هنا هم ذول الثنين بر الجذر والسبعة تبقى داخل الجذر فسارجع حلل يعني ثمانية وعشرين صارت لثنين جذر سبعة فجذر سبعة في اثنين جذر سبعة ناقص جذر ثنين سنستخدم التوزيع هنا فتكون عندي جذر 7 في 2 جذر 7 ناقص جذر 7 في جذر 2 ناقص 5 سيبرد جذر لا علاقة فتبقى برد جذر الآن جذر في جذر والجذور متشابهة فيصير عندي فقط العدد اللي هو 7 في 2 الناقص سيصير 14 وهي جذر 7 في جذر 2 تبقى داخل الجذر جذر 14 ناقص 5 أجل أقول 14 ناقص 5 9 ناقصا جذر 14 المثال الثالث جذر 3 زاد جذر 5 في جذر 3 زاد جذر 5 طبعا هنا نستخدم موضوع المربع لكن سأستخدم التوزيع فالأول في الأول جذر 3 في جذر 3 والأول في الثاني جذر 3 في جذر 5 والثاني في الأول جذر 5 في جذر 3 والثاني في الثاني جذر 5 في جذر 5 الجذور المتشابهه راح تكون عندي تنطيني ثلاثة جذر ثلاثة جذر ثلاثة وهذا الجذر 15 وهذا ايضا راح ينطيني الجذر 15 وهذا راح ينطيني الجذر 5 في الجذر 5 راح يبقى فقط العدد 5 ثلاثة زائد 5 ثمانية فبالتالي يبقى هذا 200 جذر 15 مثال الرابع يمكن راح يكون نفس الطريقة بس هنا الاختلاف بالاشارة فجذر 18 ناقص جذر 18 في جذر 18 زائد جذر 18 اقدر او استخدم التوزيع جذر 18 في جذر 18 جذر 18 في جذر 18 سالب جذر 18 في جذر 18 وسالب جذر 18 في جذر 18 إذن الحدود المشابهات راح ينطوني 12 فتباري يروح الجذر وهنا لو تلاحظ انه هذا جذر 12 في جذر 18 ناقص جذر 18 في جذر 18 من الشابهات والإشارة مختلفة فذني واحد راح يلغي الثاني فاللي بقى شنو عندي هنا سالب جذر 18 في جذر 18 اللي هو سالب 18 فصارت عندي 12 ناقص جذر 18 راح يكون الناتج سالب 6 المثال الأخير شوية بأسس فهنا بالبداية لازم نحول الجذر التكعيبي الواحد على ثلاثة إلى جذر التكعيبي الواحد على ثلاثة إلى جذر التكعيبي الـ 27 وهذا الجذر 28 أيضا لازم نحللها وحللناها فقلع الناتج 2 جذر 7 فالآن جذر التكعيبي الـ 27 للسالب جذر التكعيبي مثل ما اتفقنا يعني يستخرج السالب برا فيصير سالب جذر يعني سالب جذر الـ 27 اللي هو ثلاثة وهنا 1 على 9 في جذر 7 ناقصه 2 على 9 في جذر 7 أذن الجذور مش شابه والمقامات متوحدة فأقول أخذ شارت الأكبر وأطرح فأصال عندي سالب 1 على 9 جذر 7 فإذا دخلنا سالب 3 على القاوس فأكيد سالب في السالب راح تروح تبقى موجب وال3 هاي نختصرها مع التسعة هاي بيها 1 وهاي بيها 3 بالمقام فراح يصير الناتج 1 على 3 في جذر 7 هس عزيز الطالب حاولت تدرب على هاي التمارين وتشوف النواتج الموجودة هنا تشوف مثلا شلون تبسط هاي المقادير هنا مثلا تقدر تدخل جذر 3 على جذر 27 ناقصا جذر 50 بعد ما تحلل ذني حسب وتبسطهم حسب الإمكان وأيضا هنا شلون تتعامل مع هاي التمارين أتمنى تحل هاي التمارين هاي المجموعة الأولى اللي هي 1-2-3 إلى 2-2-8 وأيضا مجموعة ثانية من التمارين اللي هي هاي التمارين أيضا من 6 تمارين حول الجذور أتمنى ترسلي حلول هاي التمارين قدر الإمكان بعد ما تدرب نسك عليها حتى تتجنب هاي الاشكاليات اللي توقع بها بالأساسيات وتضبط هاي الأساسيات بحاول ترسل الحلول على معرفة التليجرام اللي راح تلقاه أسفل الوصف أما معرفة التليجرام هنا وتحاول تدخل على قناة التليجرام أيضا حتى تشوف بقية الدروس اللي راح أنشرها إن شاء الله شوفكم بخير شكرا